ومبروك للشعب المصري والحكومة المصرية ولفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي التوصل إلى أكبر صفقة استثمارية للإستثمار الأجنب المباشر في مصر في يوم أمس وهذه الصفقة الأكبر على مر التاريخ بالأمس تم توقيع العقود بين الجانبين والإستثمار كما تابعتم جميعا خلال التغطيات الإخبارية والأخبار المنشورة خلال الساعات القليلة الماضية إنه تنمية الساحل الشمالي الغربي ده مخطط عن موجود في الدولة المصرية شغالين فيه بقى لهم أربع خمس سنين هذا التغطيط كان بيشمل تنمية حقيقية للساحل الشمالي الغربي بما يختلف عن هذه التنمية العشوائية اللي شهدها الساحل الشمالي خلال العقود الماضية خليني بس سريعا قبل وروح لتفاصيل هذا الاتفاق وهذه العقود زمان من حوالي 20-30 سنة من أيام المرحوم المهانس حصاب الله الكفراوي لما اتعمل مراقية واتعمل المناطق المنتجعات الصيفية في الساحل الشمالي بدأت بمرابلة ومرائيا وبعدين دخلنا بعد كده في هاسيندا ودخلنا في مارينة إلى آخره حضرتكو كلكو كل الناس اللي راح واللي سمع واللي شاف واللي عنده واللي ما عندوش ان دي بيتم استخدامها لمدة شهرين أو ثلاث شهور على أقصى تقدير في السنة فمن ثم دي ثروة للمصريين أو للدولة لا تفعل اقتصادي لما الدولة المصرية بقدرتها الحالية انتبهت إلى هذا العوار الموجود انه الناس بتروح بيبني منتجعات ومصايف وشواطئ بيتم استخدامها لفئة من الناس دون عوائد مباشرة على باقي أفراد الشعب فكانت الخطة ان احنا لا عايزين نعمل مجتمع جديد مش منتجعات جديدة لا نعمل مجتمع جديد يعني ايه مجتمع جديد؟ يعني زي ما عندي مدينة اسكندرية ومدينة ضمياط ومدينة بورسعيد يبقى عند المنطقة من اسكندرية في الاتجاه غربا لازم يتم تنميتها فالخطة وضعت من سنوات منها انشاء مدينة العالمين اللي تم انشاءها وكانت الناس بتسأل وتقول هو انتوا عندكوا قسر نظر؟ هو انتوا ما بتفهموش؟ هو انتوا بتعملوا مدينة للأشباح؟ هو انتوا بتبنوا مدينة في غرب اسكندرية اسمها العالمين؟ لا حد هيجي يقول لكم سلام عليكم ولا حد هيعبركم ولا حد هياخد منكم ولا حد هيشتري ولا حد هيبيع بفكركم بالكلام اللي اتقال بفكركم بالكلام اللي اتقال في حينه قال اللي قال انه ده مشروع فانكوش زي العاصمة الادارية مشروع فانكوش زي القطار الكهربائي مشروع فانكوش زي مشروع الطرق مشروع فانكوش زي قناة السويس مشروع فانكوش زي الدلتة الجديدة مشروع فانكوش كل المشروعات كل المشروعات التي قيمت على أرض مصر خلال العشر سنين الماضية وصفت بأنها مشروعات لا قيمة لها شرحنا الدولة بتشرح ورئيس بيشرح لكن في ناس شغلتها أنه يعني تهاجم وتهيل الطراب على كل اللي انت بتعمله هرجع تاني موضوع العلمين أنا بتكلم على العلمين لأنه جزء من الماستر بلان أو المخاطط العام لتطوير الساحل الشمالي الغرب اتقالها يتعمل في العلمين مدينة ويتعمل في الضبعة مدينة ويتعمل في رسل حكمة مدينة ويتعمل في براني مدينة ويتعمل في السلوم وفي مطروح وفي سيوة وفي كل المناطق والنقاط يبقى عندي سلسلة من المدن في الساحل الشمالي الغربي اللي هي على الخط الساحلي اللي بيمثل حدود مصر الشمالية بمحاذاة اسكندرية في اتجاه الغرب ده موجود كان زمان الناس كل واحد يروح اتحاد مش عارف مين ولا جمعية مين ولا يعني الحاجات الفقوية كل واحد يروح يحط إيده على هيدة أرض توزع فيلل ومنتجعات وخلاص والناس بتروح تصيف ويرجعوا مقفولة طول السنة ده ليه كان بيحصل ولا من شاف ولا من داري مين اللي خد أرض هناك مين اللي خد فيلل هناك مين اللي خد أصور هناك أصحاب الحزوة أو الناس اللي عندها فلوس بقيت الناس ما استفردش حاجة ده باختصار يعني ده باختصار شديد جدا جدا لغاية ما فيه ناس بقى عن تقولك ده السحل الشمالي ده مارينة لا ده مش عارف ايه ده هاسين ده لا ده كذا الكلام اللي تمسمعوه كله لكن في النهاية خالص المواطن العادي استفاد ايه الدولة أول مشروع تعمله في السحل الشمالي للمخط العام كانت مدينة العالمين الجديدة والعالمين اتعمل بسرعة هذه البنايات الضخمة وهذه الأبراج الضخمة والفندق الضخم اللي هناك وشهدت المدينة استقبال الرئيس لمجموعة من ضيوفه الراساء دول وغيره وقيمت احتفالات ومهرجانات فنية العام الماضي في مدينة العالمين الجديدة الناس كنت بي تسأل هو ليه ليه بتعمله العالمين ليه بتبنوا فندق ليه بتعمله أبراج ليه كل هذه التكلفة الدولة قالت ان ده مخطط عام لتدمية السحل الشمالي الغربي والدولة بتبدأ بنفسها عشان تعمل مشروع هذا المشروع يكون نموزجا يجذب استثمارات أجنبية مباشرة دي كانت الخطة ده كان الكلام الناس اللي كانت بتسأل بتقول انتو عاملين وبنيين وصرفين على مدينة العالمين ليه النهاردة الاجابة النموزجية علشان أقدر أجذب استثمار أجنبي حقيقي اللي هو تم توقيعه بالأمس ده بكورة المشروعات ده بداية المشروعات مشروع رأس الحكمة رأس الحكمة أرض مصري ومدينة مصري في الخريطة المصري كل اللي احنا عملناه احنا زمان وأنا بقول يعني مدينتي والرحاب اللي واخدهم مطور عقاري مثلا مهندس هشام طلعت مصطفى مطور عقاري خاد الأرض باتفاق مع الحكومة يدفع جزء الأول يبني الدولة تاخد 35% منه أو نسبة من المباني أو الشؤة للفئات الأقل نفس الفكرة نفس النموذج بتاع المطورين العقاريين اللي بياخدوا أرض من الدولة يبدأوا يبنوا فيها ويعملوا يدفعوا للدولة جزء وبعدين الدولة شريك معاه نفس الفكرة بدل ما جيبها مع مستثمر محلي بالجنيل مصري عايز أجيب مستثمر أجنبي بالدولار فكان المشروع بدل ما أعمل كومباوند أو منتجع أو شاطئ بيعمل مدينة كاملة فلذلك هذا الاستثمار هو أضخم استثمار شهادته مصر في تاريخه مرة واحدة إيه بقى سبعين مليون متر سبعين مليون متر مربع حوالي أربعين ألف فدان حوالي أربعين ألف فدان الأرض دي موجودة منذ ألف السنين موجودة زي العالمين كانت موجودة من ألف السنين زي الأرض بتاعة العاصمة الإدارية الجديدة موجودة بقى لها ألف السنين موجودة والناس بتعدي عليها أرضنا وكل حب الطراب يعني أغلى من أروحنا موجودة مين فكر أنه يعمل قيمة مضافة من هذه الأرض العاصمة الإدارية الجديدة طول عمرنا بنعدي من طريق راحين السخنة أو راحين السويس وأرض بنعدي عليهم الخايفين النهاردة المتر فيها بالشيء الفلان زي ما قلت قبل كده في هذا المكان أنه إحنا حولنا هذا الطراب إلى دهب سعر المتر في العاصمة الإدارية الجديدة وصل أرقام خيالية سعر المتر في العالمين الجديدة وصل أرقام خيالية ما كان له أن يصل إلى ما وصل إليه لو لا تدخل الدولة بهذه المشروعات والطرق والانفاق العكومي اللي ادى الى خلق قيمة مضافة حقيقية لذلك الناس جات من بره